إلى ذلك قال مصدر الفلسطيني أن تأخير في بدء سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل يتعلق بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بأسماء الأسرى الإسرائيليين وألية تسليمهم وأوضح المصدر الفلسطيني أنه من المفترض أن يتم الأعلان من قطر بالتنصيق مع الوسطاء في مصر والولايات المتحدة عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر دخولها حيز تنفيذ مشيرا إلى أنه تم تبادل قوائم الأسماء للأسرى من الطرفين عبر الوسطاء في مصر وقطر وأضف أن الاقتراح كان بتسليمهم للصليب الأحمر ثم نقلهم إلى مصر لتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي